لكن القصف فاضل هو بس في نقطة وانا اقول تهم بارح انه عادة او مش عادة الغربية العظمة رشحه النادي الاهلي بالنسبة ما انه يفوز بالمباراة دي لأسباب المتعلقة باستقرار فني واداء في الفترة ترشح حاجة ولكن ولكن مش بس قصة الكابتر هو اكيد انا وانت والجميع يرفض ابدا اي سخرية من نادي الزمالك بالتأكيد صح كده فهو لو حد زعل فزعل من فكرة السخرية من نادي الزمالك وليس انه انت اديت رأي فني وقلت ان ممكن السخرية دي اللي عملها احمد بلال وعطر انا مش هنا مش بدافع احمد بلال اقول انها جزء من التركيبة لكن في نوع من الثقة الزائدة كانت موجودة جدا في الفرقة وعايز اقولك ان الثقة الزائدة انعاكست على بعض الامور يعني اللا ايراضيا اللي عمله هيحي يعطيها طلع ده جزء من الثقة الزائدة اللي كانت موجودة يعني لو بالاخد المانش بشكل اكثر جدية مش هتعمل كده كرة زي دي على الاقل هتطلعها بره ده توقع وتستلم وترجع وتسلم وفيه كرة فأول المباراة امام معشور حاول يعملها بكعب واتلغبات فيها فكرة الكعب دي بقت مشكلة ارجع كده بالهدف اللي كان جزء من حسب الدوري هتلاقي ان الشيبي عمل كعب زي ده اتقطعت وامام معشور خدها ولعبها جوشان وعالي جاب الجن اللي الاهدى الاهلي ثلاث نقاط في هذه المبارا الحاجات الصغيرة زي التفاصيل الصغيرة بتفرق في مكسب ماتش بتفرق في مكسب بطولة وده اللي حصل صحيح الزمالك كان ضاغط ومستحوز لكن فكرة ان انت لما الكرة دي اتقطعت ويجبون الموضوع زاد الحماس عند لعبت الزمالك واللي هم اصلا لازلين بصراحة عايزين ياكلوا النجيلة عايزين يثبتوا يثبتوا نفسهم امام النادي الاهلي ويثبتوا نفسهم امام كل من حاول ان يقلل من شأنه وبالتالي سوشال ميديا مع فكرة ان اللعبة بتحتها في البدر مع فكرة المقاولة بقى المكسب وهنعمل ايه وهنسوي ايه كل ده انعكس بحالة سلبية وفجر غضب اللي انا من هنا بحي جماهير الفرقتين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك صحيح مش بس عشان التشجيع المرح لا حتى التعامل مع المكسب يعني من المناطق الندرة ان انت تلاقي جمهور الاهلي وجمهور زمالك يجمعوا ان بطل الكأس السوبر يستحقوا عن جدارة صحيح يا راكلات ترجيح لكن الزمالك كان الافضل الزمالك عادر يعمل مباراة قوية الزمالك كان على مستوى الاداء كان الافضل في كل شيء الاهلي تقريبا مضعش منه جوان مضعش منه فرصة قادر قول ان ما كانش فيه كورنة وكامل الاهلي محقق على اه ده الاهلي ما عندوش كورنة ما عندوش كورنة في تسعين ديئة اذا الفريل الاخر فريل لازمالك عمل مباراة كبيرة جدا صح حتى على مستوى التغييرات هاي الراجل يعني المجازفة اتت بسماريها المرجوة الناس كان بتتكلم عن بنتايك وتوشكك فيه لعب اساسي تسعين ديئة وكان من المطلقين عمر فرج شارك في جزء المباراة حتى ناصر منسي ساجر زمالك طلب من اكتر من نادي دخول مفاوضات عشان ياخد لعيبة ويديهم ناصر منسي للأسف الانديه دي رفضت حتى ناديه الصابق والبنك الاهلي كبير يعني الزمالك عرض ناصر منسي على الانديه وانديه رفضت تخيل عشان يجي لك من بعيد وهو اللي يجيب لك سوبر تاريخي في سوبر افريكي تاريخي هي الكورة كده عرضونا الصورة يا شباب الصورة عمر كبير عبوحيد وهو في ده بص ده مع عمروان محسن زي ما انت شايف بيعمل نفس الاحتفال اللي هو الاحتفال عادي بتاعه اه يعني هو اعتاد على هذا الاحتفال بس هو اول ما بيعمله مع الاهلي انا بقول لك اي وانش بس ضبطة وزي ما انت شايف كده على الفاكرة دي كيف مبارات ايه والله ورد تكون مبارات الاهلي ده الاهلي يا سلامينك فيت شرطة احمر وراء كده مشكلة كبير ان هو سجل كتب جدا مع الاهلي وما عملش الاحتفال ده فدي بقى الليلة فهو بيقول ان هو كان وعدها ان هو يعمل نفس الاحتفال ده اخت خطبته فعمل لها الاحتفال بالزبط كده الله خلصت الحكاية انت عارف انا اللي كان مجاديني ان يمبارح ايه انه عمر من اللعيبة المهزبة جدا ولا هو مستفز ولا هو بيعمل قلق ولا الحاجات دي يعني في بعض اللعيبة لو عاملت الحركات دي انت هتصدق على طول ان هم قصدين حاجة سيئة لكن عمر مش من النوعية دي فبشكرا جزي احمد للتوضيح بس انا حبيت بس اوضح القصة دي بس في النهاية الاهلي زي ما قال عمر دلوقتي فكر بمدير الكرة انا دايما بقولك تنسى مصن رائع لكن اللي حصل وانا قلته هنا قبل كده ده كان نوع من الموآمة لما قلنا رأس برأس خالد بخالد طار الجوادي يبقى طار بيه يتير بيه عشان راجل يسيطر على الفرقة بشكل كامل لكنه في النهاية كان راهان خاسر